السلام عليكم أتوقع أن تخرج بنتيجة عما يتصور بعض منتجية العسل أنها مشكلة بينما هي ميزان طبيعي بين مخلوقات تأخذ نصيبها من بعضها البعض أو تأخذه منها بسلوكها الفطري ثم تنظي وفوق هذا هذه الطيور المقلقة لبعض النحالين تساعدهم في مكافحة عدو دائم لمناحلهم هذا السرب طيور مهاجرة أكالها النحل لها أسماء محلية في المملكة منها القوارير والقرقر والخضير والصقرقع والشغاغة والمتعارب حتى في الدول العربية أنها طيور الوروار أما في معاجم العربية اسمها القارية ووصفها طائر أخضر الظهر قصير الرجلين طويل المنقار وهنا المشكلة عند بعض النحالين تلك المناقير المقوسة التي تلتقط بها النحل وبمهارة عالية وتأكلها خلال الطيران في الجو خاصة إذا عبرت بهيئة أسراب وأبرزها هذين النوعين أتوقع أن النحال لن يقلق كثيرا من أسراب الوروار إذا عرف الحقائق التالية الوروار قناص لعدو مزمن للنحل وهي الدبابير مثل ما ترى في هذا المشهد أي يساهم في الحد من كثرة عدوها أسراب الوروار تعبر في موسم محدود فسرعان ما تغادر سالكة مسارات هجرتها النحل يلود بالخلايا ولا يخرج إلا إذا غادر سرب الوروار بتغريدها المتصل المميز الوروار لا يستطيع مهاجمة النحل داخل خلاياها أسراب الوروار تأكل أيضا الحشرات الطائرة الأخرى وهذا مفيد خاصة إذا كان المنحل في بيئة زراعية الخلاصة معيشة المخلوقات في طبيعتها الفطرية قائمة على الاستفادة أو المشاركة أو التنافس أو الندية فيما بينها بحيث لا يطغى نوع على آخر فسبحان الخالق الذي قال في كتابه وأنبتنا فيها من كل شيء موزون